السلام عليكم كيف نتوم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير ان شاء الله نصليوا علينا بكيفما العداع نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي يكون بريوش على شكل شهدة بريوش اللي كيجي اخف من الريشة قطني كيدف الفم مع جميع الاسرار لاي واحدة ما كنجحش مع هالبريوش ان شاء الله من بعد هالفيديو انا اكيدا غدي اصبح عندكم معتمة المكونات ديالو جد بساطين وطريقة ديالو جد سهلة وسريعة من زيتش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العدا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج عندي هنا 300 ميلي لتر من الحليب الدافئ ما يعادل جدي الكيسان يكونوا غير مملوئين كيفما كتشاهدوا معايا من الحليب اللي دفيته من قبل كيفما اذكرت معاكم غدي نزيد عليه 5 ملاعق كبار من السكر الخشين اي سكر ساندة ما يعادل 100 جرام وبالنسبة لكمية دير السكر تقدروا تنقصوا شوية من الكمية دير السكر كيبقى لكم الاختيار غدي نزيد هنا يميل العاقة متوسطة من الخميرة الفورية اي خميرة دير الخبز او خميرة معجونة ما يعادل 10 جرامات وبالنسبة لكمية دير الخميرة فكتبقى على حسب الجو ملكي كل جو ساخن في حل دابا فكنحتاجوا غير ملعقة متوسطة اما ملكي كل جو بارد فكنتطروا نعملوا ملعقة تكون كبيرة يعني عمرا مزيان تقدروا تستبلوا طبعا الخميرة المعجونة هاد الخميرة الفورية المعجونة تقدروا تستبلوا بخميرة فورية لكتكون حبيبات غدي نغطي على هاد الخليط هاد ونخليه واحد ربع ساعة فقط باش ديك الخميرة كتتفاعل مع ديك الحليب وديك السكر صافي انا كيفما اتكرت معكم خليطه فقط غير ربع ساعة دابا غدي نزيد عندي هنا يحبة كاملة من البيت اللي غدي نطربة او غدي نخف قاعد غدي نزيد على ديك الحليب فبالنسبة المقادير كيفما العداء ان شاء الله غدي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف هني غدي نزيد جوج ديال اكياس من السكر المنسم بالفانيليا اللي تقدروا تستبلوه بالفانيليا السائلة او تخضو بشر برتقالة يعني قشر ديال البرتقالة وتحكوها او بشر ليمون اي تحكو القشر ديال الليمون فكيبقى لكم الاختيار هني يزيد نصف كأس ولكن ما يكونش يوصل للنصف كيفما شاهدتم عياء من الزيت ما يعادل سبعين ميليلتر وبالنسبة للدقيق فانا عندي هنا يستميز جرام من الدقيق ما يعادل السدي الكيسم من كزي العنب ديال الطحن ولكن كيف قد دقيق على حسب الخالط يعني الطحن على حسب الخالط غدي نحتاش كذلك ملعقة صغيرة سكوم مملوء جيدا من خميرة ديال الحلويات اي بيكين بودر ما يعادل سبعة جرام وتمك عندي واحد رأس ملعقة صغيرة من الملح لتعديل الضوق فهنا غدي نعبر معكم هاد الملعقة صغيرة تكون عمرا مزيان من خميرة ديال الحلويات اي بيكين بودر يعني ما يعادل سبعة جرام غدي تستعملوا كيس ديال خميرة ديال الحلويات للوزن دياله سبعة جرام او ثمانية جرام في حال في حال تمك زيد ديك رأس ملعقة صغيرة من الملح وغدي ننضيف او غدي نزيد الدقيق تدريجيا يعني بشوية بشوية غدي نشوف هاد السمية جرام مش غدي تكفاني او غدي نضطر نزيد كمية اخرى فكيبقى على حسب الحبه الحجم ديال البيضة اللي استعملنا هنا انا زيدت مية جرام اخرى لان ديك سمية جرام ما كفتني شي فاضطريت اني نزيد كأس اخر يعني واحد مية جرام ديال الدقيق لكن كم دون نضيفه غير بشوية بشوية كيف ما قلت لكم فكيبقى الدقيق على حسب الخليط على حسب الجودة ديال الدقيق او على حسب حسب البيضة اللي غدي تستعملون انتموش صغيرة او كبيرة او كبيرة انا هاد المرة استعملتها كبيرة شوية على ذيك شي اضطرت انا نزيد كمية اكثر على ذيك ستمية جرام اللي تقسمت معكم في الأول فبالنسبة لقوام ديال العجينة كتكون رططبة كيف ما كتشاهدوا معي وانما ما كتلتصق ناشي في الدنار ديك مية جرام اللي كنت زيت انا شطط لي من واحد ملعقة كيف ما كتشاهدوا معي يعني انا في المجموع اخدت مني هاد العجينة 680 جرام من الدقيق ما يعادل سا ديال الكيسان والكأس السابع ما كيكونش عامر يعني كيكون نقص من واحد ملعقة يعني سبعة ديال الكيسان من كأس ديال العنبة غير الكأس السابع يعني كان نقص من ديك الملعقة هيدا كنعطيكم يعني المقادير مضبوطين وانما اخواتي كيبقى على حسب البيضة اللي غدي تستعملون انتوما وعلى حسب الجودة ديال الدقيق هني اخذت العجينة وضعتها على سطح العمل زيت لوح الملعقة تكون مملوءة يعني ملعقة كبيرة تكون مملوءة جيدا من الزبدة ما يعادل 30 جرام من اللي كنزيدو هاد الملعقة كبيرة تكون عمرها مزيان بالزبدة ان العجينة ديالنا فالعجينة كترجاع رطيطبة اكتر يعني كترجاع رطيطبة اكتر يعني كترجاع رطيطبة بزف وانما ما كتلتصقش غير هي القوام ديال العجينة اخواتي ضروري يخص سكون يعني كيف ما قد لكم رطيطبة ما تكون شي عجينة اللي هي قصحة باش ميجي يكون شي البريوج ديالكم اندقصين هادا هو القوام ديال العجينة كندن صورة واضحة العجينة ما كتلتصقنا شي في دنا وانما عج اضعي عجينة 5 دقائق 30 غرام عجينة 5 دقائق سوف يدخل فيها الزبدة نعود العجينة و نراجع على الإناء بكمية بسيطة و نغطي العجينة و نعطي العجينة و نضعيها من الوقت تقريبا 1 ساعة أو ساعة سوف تخطي العجينة من الهواء نحن نخطي العجينة و نحن نعطي العجينة لمن المنطقة نحن نستطيع الكويرات سوف نقاط مجرد كويرات و نقاطها تقسم مع كويرات او صغرين بالنسبة الكمية الدقيق التي تقسمت معكم سنحصل على 16 كويرات الأخوات التي لا تدخل الميزان ستأخذ العجينة لتقسمها على 16 كويرات سنستعمل الميزان لتعرض جميع الأخوات يعني كي الأخوات يريدون أن يعرفوا الكويرات العجين ويجب أن يكون حال فيها 80 كويرات كيفما تشاهدوا معي سوف نشكل الكويرات كيفما تشاهدوا معي فالعجينة لا تلتسق كيفما ذكرت معكم ديك الملعقة التي نزيدها للزبدة كيفما تلتسق سنستمر كيفما قلت لكم فكل كويرات سنعمل فيها 80 كويرات ماشي الشرط أخواتي أنكم تعملوا بالميزان فمعليكم ستأخذوا العجينة تقسموا على 16 كويرات ويخرجوا لكم حتى نصر القياس سوف نقوم بتفضل قياس سوف نقوم بتفضل قياس كيفما تشاهدوا معي كيفما تشاهدوا معي فأنا حصت على 16 كويرات أو 16 وحدة صفيحة ديالي الفرن كيفما تشاهدوا معي انا فرشت له من قبل ورق ديال الفرن أو ورق ديال الطبق سوف نقوم بتفضل بريوش أو الكويرات سوف نقوم بتفضل قياس سوف نقوم بتفضل قياس سوف نقوم بتفضل قياس مرة الثانية سوف نقوم بتفضل قياس بسرعة سوف نقوم بتفضل قياس سوف نقوم بتفضل قياس بشره سوف نقوم بتفضل قياس سوف ندهنة للموجه سوف نحضر الهدف مع ملاحة الخواسم المشاهدين انخberg destruجئ لان البلاستيك يلسق لكم على الوجه البريوش ويخصر لكم الوجه البريوش لان احنا ادهنهم من قبل البيضة فالبلاستيك غدائي يلسق عليهم اذا تاخدوا صفيحة او صينية الفرن كيف ما اعملت انا غطيت بها على الوجه ديالهم وخليتهم او تاخدوا شي بانيو تقلبوها عليهم وزيدوا شي منديل اذا بغيتهم من فوق ديالهم وخليهم يختمروا كيف ما تشاهدوا معي بعد ما اختمروا الضعف الحجم في هاد الاثناء كان عندي الفرن ليكي سخون على درجة حرارة 180 درجة ضروري الفرن يكون عنا ساخن من قبل كندخلوا الصفيحة او هاد السينية ديال البريوش في الوسط ديال الفرن النار كتكون من الاعلى ومن الاسفل على درجة حرارة 180 درجة كنخليهم حتى يتحمروا مره 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 كنطلعوا اليوم كنخرجوا ديال الصفيحة كنقلبوا باش يتحمروا من الحشيات ديالهم كامي يتحمروا ياخدوا هاد اللون اللي كتشاهدوا معايا كنخرجوا به هاد الشكل اللي كتوضح لكم الصورة فهنا يا عندي كمية ديال النبج او هاد الملمع اللي كندهنوا به الحلويات ديالنا تقدروا تستبلوها طبعا اخواتيب المربة اي نوع ديال المربة متوفرين عليه غير باش من بعد من اللي غادي نزينو انا غادي نزينو بالكوكو اي جوز الهندو كذلك باللوز كونكاسي اي اللوز اللي كيكون مهرمش ففقط لي التزيين اخواتي تقدروا تاخدوا غير سكر ناعم اي سكر سكيل وترشوا الوجه ديالهم او تدهنوهم بالعسل وتخليهم يعني بلا ما تزيدوهم اي اضافات فكيبقى لكم الاختيار هنان بعد ما دهنت الوجه ديالهم مزين كانوا باقي عندي سخونين من اللي كنت كان دهنو بديك النبج كانوا خرجتهم من الفورن كان دهنو كنرشهم بجوز الهند اي كوكو كيف ما اذكرت معاكم باش غادي نزينو من الوجه ديالهم نصف الكمية غادي نزينو بكوكو و نصف الكمية غادي نزينو باللوز كونكاسي اللي تقدروا تستبلوها بالكوكا و كونكاسي او باي حاجة اللوز ايفيلي اللي بغيتون انتم اخواتي و كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال بريوش اللي تقسمت معاكم بريوش اللي هو قطني اخف من الريشة كيدو في الفوم نتمنى تجربوا انا اكيدا غادي عجبكم و غادي صباح عندكم معتمد و على فكرة تقدروا تعملوهم فرديا يعني لابغيتوا اه ما تلصقوهم شي باش ميجيوكم شي هيدا فحل الشهده تقدروا يعني تفرقوهم على بعضيتهم غادي جيوكم فرديا و و في حاله يدوكم قدروا يعني تفرقوهم ما كان حتى شي مشكلة انتم و كتشاهدوا معايا انتم اتمنى الصورة تكون عندكم واضحة كيفاش يجيو قطنيين غادي نعاود نقسم معاكم واحدة اخرى و اه تقدروا كذلك تحتفظوا بهم في المجمد تاخدوا الكمية اللي غادي تتناولوا في اليوم الواحد تلويها في بلاستيق غدائي وتعملوهم في المجمد نهار اللي كتب غادي تتناولوهم كتخرجون من المجمد واحد ربع ساعة حتى النصف ساعة كيديس كونجيلو و كيرجعوا في حل اللي انكم عاد عدلتوهم الفيديو دي هالي حتى اللي هنا يو كيكون سلا نضربكم موعد حتى الفيديو اللي ما جاء ان شاء الله تهالله و ليفرسكم بزاف و بسلام